أكيد الضحكة كتير مهمة مثل ما قال بس أضحكي اليوم بمحطتنا الحوارية الثالثة كتير مهم نعمل هاي الضحكة لكل صبية لأنه هاي الضحكة موجودة بيوم مميز بيكون هو يوم عرصة لذلك رح نحكي بهاي المحطة الحوارية عن الخطوات اللي كتير مهمة لازم تتبع اليوم كل صبية لحتى تكون عم تحضر حالة لإطلالة جميلة إطلالة العرس بالرغم من الظروف يمكن اللي عشناها هي ظروف صعبة ما بقى في حفلات المطاعم مناف فاتحة ولكن أكيد الحياة المستمرة والناس عم تتزوج وعم تعمل يعني صور تسكارية ليوم من العمر يوم العرس لذلك لكل صبية مهتمة وحابة تحضر ليوم عرصة تابعنا عبر هاي الفقرة ورح يكون معنا مصمم الأزياء والكوافير سليم حمود بنا نقله يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يسعد صباحك يامي تهلا فيك أهلا وسهلا فيك هلا فيك هلا في كثير من الصبايا سليم اليوم أو خلينا نقول من المختصين اللي بدون يحضروا اليوم العرس في كثير أمور نحنا يمكن منجهلها أو منوقع فيها أو منخطئ فيها بتحضير العرس خلينا بالبداية نحكي هيك خطوط عريضة اليوم شو الأخطاء اللي ممكن كثير ناس توقع فيها لتحضر العرس هلا بشكل عام أول شيء الخطوط العريضة للعروس هو عبارة عن ستايل الجسمة بشرطة مكياجة شعرة أضافرة كل تفصيل من هدول بيحوي مجموعة نقاط نحنا بناء راعيون يعني اليوم الصبية بتحاول أنه قبل عرسة تعمل ضايت كثير قوي بدون ما تروح عن ضايتشن أو أخصائي تغذية مننا لحالة نسبيا فهذا شيء بيأثر عرشة فبتصل اليوم العرس تفاصيل التعب تبع الضايت بينا عرشة تماما هاتش نحنا نفروض نتلافه قبل تاني شيء البيلينج أو التقش أو العناية بالبشرة هي لازم تكون قبل يعني بحيث نحنا ما نضطر نسميك الفونديشن على البشرة قبل بوقت منيح وقبل بيوم يومين أو أسبوع يعني مفوض تبلش تحضر بشرته قبل بشهرين أو شهر ونص تروح عند أخصائي بشراي يبلش ليعالج لبشرته التفاصيل إذا في عندها نمش كلف أي شيء نحاول ننشيله لا نصل اليوم العرس ببشرة كثير مثل بلور عم تلمع مثل امرأة هاي الشيء كثير بيساعد لطلة كثير طبيعية وحلوة من الأخطاء كمان اللي بترافق العروس إنه بتحب تغيير لون شعرها بشكل مفاجئ قبل عرسة قبل بيوم قبل بيوم هاد الشيء كثير ضلط يتيري نشوفها طبعا أو إنه مثلا يكون شعرها بني تنقله لأشعر يكون أشعر تنقله لأحمر صح هاد شي بيعمل شك صدمة تغيير اللون بده دراسة تحضير قبل نشوف لون العيون البشرة طلت المكياج استعد المكياج اللي هي مختارته بدنا نحيس نرتب الأمور كلها مع بعضا لناخد الصورة المثالية إذا بدنا نحط لانسز لازم يكون لون لانسز مناصق مع لون المكياج ولون الشعر ولون الشعر وإذا عاملت لجسمة أو برونزاج أو سولاريوم كمان هاد شي بنا ندخل فيه يعني اليوم طلت العروس هي كلها محصورة بسبب هاي الظروف هي ضمن عشرين بثلاثين هو مقاس الصورة بشكل عام فالتفاصيل كلها بدت تكون محصورة واليوم عاد مع منشوف صرنا منعرف الحلو من البشرة الصحة من الغلط فمثلا بدنا نراعي لون الفسطان أبيض أوف وايت بلانسار بيج روزي في كتير عنه ألوان صارت لفسطان العرس لون البشرة طريقة المكياج المستخدمة الأضافر يعني اليوم نحنا لون الضفر بفروق معي مع لون البوكي إذا عروس حاب تحمل بوكي بوردو فأنا بدي تبع الألوان كلها من ستايل الأضافر والميكوب وهالقصصي كلها لتناسب هذا اللون حتى حيانا ندخل شوي بطاقم العريس إنه فيه ألوان حدة مثل البوردو أو الأحمر ونشتقاته فلازم العريس يحط البابيون أو القرافات الفولار طبعه من نفس اللون لناخد كوبل مثالي هيك فيه بالصورة رومانسية شوي كمان من الأخطاء الشائعة اللي بنشوفها كتير بتحضيرات العروس إنه بتكون مجغولة وهي عم تحضر لعرسة بتصل اليوم عرسة منتقية لأ نامي مش باعي نوم قبل عرسة فيه إلى يوم عرسك أنتي مسح صحة من الأخطاء كمان اللي بنشوفها أو تمر معنا بالصالونات بشكل دائم إنه العروس بتقلك أنا ما بدي أكل يوم العرس مشان ما يطلع لي شوية بطون أو يبين على الفسطان أو كذا أو هيك لا لا هاد الشي كتير غلط لا تأكلي صاندويش أو شي سميك أو زفر أو هيك بس فيك تأكل شيء يعطيك طاقة فيتامين فواكي شيء صحي تماماً بحافظ لك عمرونة معتك في نفس الوقت بيعطيك طاقة لأن يومك طويل طبع مدش مهم سليم إنه هاي التفاصيل كلها اللي حكيتها بجوز الصبية ما يعني تدور براسة إنه تشاركك أنت مثلا هي زبونا تشارك الحلاء تماماً تشارك الحلائية اللي بدأت عمل اليوم عرصة قداش مهمة كتير يكون في هذا الاتفاق هذا الحوار إنه عملي هيك لا تعملي هيك ساوي هيك شو حابة يعني لا تيجي لأ قبل بيوم تقولك إنه أنا بدي هاي التسريحة بدي هذا الميكاب أو بدي أنا فسطاني اخترته لحالي كذا قداش مهم هي التشاركية هلا التشاركية هي جداً مهمة لأنه هي مفتاح النجاح للصورة الحلوة اللي نحن بناها يعني أنا بشكل شخصي أنا حدا بيدخل بكل التفاصيل يعني بسأل مين اللي مصور أو التصوير وين حجم الصالة إذا فيه صالة الفسطان لونه الأكسسوار حتى الأكسسوار تبع الشعر أحياناً ممكن يخرب كل شيء وممكن يصلح كل شيء يعني منكون حضرين تسريحة معينة بديها مثلاً إكليل بتقوم هي جايبة مع تاج وقت ما بيكون في تحضير من نقع بهالأخطاء وقت ما بيكون في تحضير وراء وقلم نكتب كل التفاصيل ونحضرها لون الإكستنشن لازم يكون من نفس لون الشعر تماماً إذا كان لون بعيد تطلع الطلة فيك لازم يكون فيه انسجام تماماً بين لون الشعر ولون الوصلات المستخدمة أكسسوار الحلاء الكوليال بيضاء تحطوه الأسوار أول ما شابه يعني بنحاول دائماً ننسق بناتهم إذا فيه لولو ناخدهم بنفس الانسجام فيه حجرة معينة ننقلها بكل التفاصيل تمام حتى يمكن يعني فيه كثير صبايا بيقولوا لك أنه أنا سليم بدي هاي التسريحة أو هذا الميك أب وممكن ما يكون بناسبة يعني خصوصاً اليوم صبايا خصوصاً إذا كانت صغيرة شوي بالعمل فهي بتحب تقلد المشاهير الفنانة كذا المطربة اللي فلانية فقديش تلاقي حد أنت بتدخل بهي التفاصيل أنه تقنع أنه لا هذا ما ملابأ لإلك لأنه بالنهاية هذا شغلك يعني يوم عم تعطي إسمك وشغلك إذا ما كان لابأ لها فهذا الشي حيضرك أكيد اليوم كل عروس تطلع من عندي بالنهاية هي شخص حامل توقيعي عصورة عرصه لمدى العمر طبعاً فأي غلط صغيرة أنا بحس حالي المسؤول عنه بشكل مباشر فبسر جب لي صوبية صورة تسريحة أو صورة ميك أب أو ستايل إكس من الفنانات بدأ تعمل هذا الستايل لا أنا بنصح أنه اليوم ما خرج نشتغل هاد الشي يوم عرسك في عنا قواعد عامة بدنا نمشي فيها في تفاصيل بتناسبك أكتر ليش لأنت تقلدي ما أنت تعملي شي بيش بيش بيك تخلي الناس تقلدك إليك ليش ما أنت تكوني الستار بهذا اليوم وهذا اللي بيصير دائما أنه نحنا نخلق له الشي اللي بي ناسبه يعني هي أوكي بتحب مثلا الشعر الويفي الفلت نحنا مشتغل لها بس بيلمسة بتناسبة إلي هي بيغررها بتناسبة لوجه هي بتفاصيلة هي مو أنه مناخد كوبي بيست عن إكس من الناس أو إكس من المشاعير فلا كل صبية لازم تطلع لها بيوم عرسة طلطة الخاصة ما بيقول لك بدي حس حالي ملكة الملكة بيكون في أكتر مشخص عم يشتغل لهاي تطلق والعروس نفس الشي بدنا نحاول دائما نعطيها حقا من حتى اختيار نوعية الفونديشن البرايمير الأصص اللي نستخدمها على البشرة لتطلع هي بها الطريقة هاي حتى ألوان اللانسز مثلا مرقة فترة لأغلب العرس نشوفه نحاطين هاسكي كله نفس اللون كله نفس اللون تماما لا هلا اليوم أنا حدا بيدور على اللون الطبيعي أكتر على اللون البنسجم مع اللون البشرة لون الاسنان حجر العين لا يمكنني أشتغل ألوان قوية مع سنان مانا بيضة وفي تفاصيل بدنا نراعية حتى بلون الحمرة البلوشر والهلأ جايد دنيا يا صيف فأغلب الصبائي هلأ بتفكر أنه لازم هي تعمل كتير سولاريوم وتاخد كتير سمار أو لون أسمر قوي لتقدر تلبس أوف وايت أو لون قوي حلو كتير هاد الشي بس بدرجة معينة الأوفرة من السمار بتعطيك شو حوب بالصورة بتعطيك تعب ما بتعطيك تطلل الأوية الحلوة حلو طب هلأ يمكن أغلب الصبايا سليم صاروا عم يلتجوا يعني يلتجوا للموديلات السمبل سواء بالمكياج أو حتى بالشعل تمام كيف اليوم عم تكون هاي التسريحات قداش عم تعطي هيك رونق ظريف وبنفس الوقت فيه شياكة لك بصراحة هلأ التسريح هي بالصورة العامة بتبين بسيطة بس فيه تفاصيل صغيرة يكون فيها شغل يعني نحنا اليوم بندور لناخد صورة الشعر المثالي اللي هو الشعر الطويل والسميك نحنا ممكن نحط اثنين وثلاثة واربعة وخمسة لناخد هذا الحجم والفوليوم اللي بدنا ياه صح بتطلي شعر ويفي وطويل وحلو بس فيه تفاصيل محشية جوه بقلب الشعر فيه احيانا بالنسبة للميكوب صح انت بالعين بتحسيه بسيط بس بيكون تركيز مثلا على البشرة نحنا تعبانين لو وصلين البشرة لهي الطراوي هاي لتشوف فيها انت بها البساطة او لتبين على العين المجردة بهي البساطة كمان اذا بدنا نرجو لقصة الأخطاء من الأخطاء اللي بنشوفها كتير انه العروس في منهم بيحبوا يكتروا كتير انه انا لازم اعمل سموكي حد يوم عرسي لازم يكون خط الكونتورينج واضح فيه تفاصيل آسية لا كلما كانت هاي التفاصيل مدموجة مع بعضها ومتلاشية مع البشرة كلما عطتني طالة كتير أظرف وكتير ما بتبطل يعني صور العرس هنه صور بدون يشافوا بعد عشرين سنة ما لازم يتقيدوا بموضة معينة او بشي معين لازم ياخدوا الطالة الكلاسيكية الرايئة اللي بتناسب الكل اللي بتناسب خصوصا الصبية هي شو بناسبة لازم تعمله انا قصلي بتناسب الكل انه بتناسب كزمن كزمن كل الازمنة يعني ما تكون مثلا اذا اليوم عنا الموضة بشكل عام هي العين المفتوحة فلازم كل العرايس يكونوا بهاي الفترة عيون المفتوحة لا بعد فترة هتبطل فحلو تكون العروس محافظة على الطالة الرومانسية الكلاسيكية طبعا هلأ تقنيات التصوير اليوم الحديثة عم تعطي صور عن جد فوتوغرافية رائعة جدا لكل العرايس عم قول بشكل عام عن جد انا ما عم لقي ولا عروس انه ما نطلع حلوة او مو ظاهر ميكاب او شعره مو ظابت يعني عن جد نحن عم نلاقي ظاهرة كتير حلوة وظريفة انه كل صور العرايس عم تطلع كتير حلوة طبعا التصوير هو البروفيشنال وعم يكون فيه تقنيات حديثة كتير للتصوير وبالاضافة اكيد ما فينا يعني ما لنا غنى عن الحرفية بوضع الميكاب خصوصا بالكونتورينج يعني الكونتور اليوم كتير مهم بيوم العراس ليعطي تفاصيل اكتر اكيد اللاجب تلعب على هاي القصة سليم اول شي بيصير تنصيق بينه بين المصور يعني اليوم الاضاءة والتصوير وهيك كتير العلاقة بالكونتور برجع بحكي عن حالي بشكل شخصي انا حدا بيسأل مين لمصور بفتح معو تليفون العروسي تنصيق كتير بيهمني انه انه وين حابب تصورها شو الباكرون تحيكون وراها خارجي بحر جبل نطلع التاريخ اذا في عنا هوا بنحاول نستخدم سبري اقسى من السبري النتوري المستخدمة بالنمو بالعادة بالحق وعضاق التفاصيل وممكن تعملها كذا موديل يعني بالصور صح اليوم في عرائس عم تحب تطلع مثلا على تصوير الخارجي بشعر ويفي فلت بس وقت سهرته باللين تضبض بشوية او عم ترفع شنون عم بتحب تغير ما عم بتحب تضل بطلة واحدة مثلا بتدخل مع الفوتوغرافر انه نحنا شو الالوان النهائية تبع الصورة اللي حنا اخذها هي الوان خريفية الوان دافية الوان حمرة انا عارف شو بدي اسسله بالميكاب قبل او شو بدي ان اسس تفاصيل عامة قبل لنا قدر ناخد هذه النتيجة الحلوية برجع بقاللك نحنا اليوم اغلب شغلنا على صورة مقاسة عشرين بثلاثين يعني من اكبر مناسبة واصغر مناسبة هي الزكرة اللي بتضل وطالما القصة محصورة بايدك سواء كانت على تابلت تليفون او صورة ورقية فانتي قادرة تشوف في التفاصيل الصحة من الغلط من البوكي وانتي طالع لفوق تمام هلا كتير اختلف ايام زمان عن هلا بقصة الميكاب سواء بالماركات او الالوان او اي شيء ولكن كتير اليوم يعني اعم نلاقي التركيز على الرموش تمام بالميكاب يعني سواء كان الميكاب اوي او ناعم المهم الرموش تكونوا طاغين بطريقة حلوة محطوطين بطريقة سلسة ويكونوا كتير ملائمين للعين يعني اذا كانت صغيرة كبيرة لانه اليوم بتنزل على السوق بتلاقي كتير انواع كتير كبيرة كتير اصات وكتير اشكال من الرموش اليوم كيف يعني بتنقل الموديل الزابط تمام واللابئ لهاي العين الصبية في قواعد عامة بالنهاية في كل رسمة عين مع استعيل المكياج في كسافة في طول في خفاف بس اللي لازم تركز علي العروس دائما وعنجد بتمنى انه هي تحط الرموش اللي بيكونوا شعر طبيعي طبعا هذا شيء اول شيء هذا اهم الشيء التاني شيء تركز انه بس ينحطوا ما يكون فيه الزاء طالع نازل يكونوا ملاسقين تماما للرمش حتى ما يبينوا فيك يعني نحنا اليوم عم نستخدم شغلات بحيث تبين طلة طبيعية ما تبينها فيك الرموش في منهم قصات كتير حجم العين بيفروق معي انا قديش لازم تكون الرمش كسيف طوله بالنسبة للعرائس انا من الناس اللي بفضل اكتر شيء الرموش اللي بتجي قصيرة من قدام طويلة من وراء يعني هي سحبة الرموش الطبيعية الحلوة ما بتبين مثل سبايكي انه فيك كتير او هيك شيء ابتع طالله كتير حلوة ورومانتكة يعني كتير بحب طالة العروس الرومانسية طبيعية نحنا طبعا اعم نشوف على الشاشة كزا عروس حتى خلينا نحكي على الاكسسوار الشعر يعني اليوم بالاضافة للرموش اليوم اكسسوار الشعر كتير عم نلقي مع موديلات اليوم شيء كتير ترين الاكسسوار تبع الشعر خصيصا هو شيء كتير ترين ومطروح بالسوق بشكل كتير كبير والعروس صارت عم تهتمد عليه بشكل اكبر يعني عم تلك انه انا بدي شعر ويفي بيهمني تاج او بروش او كليل يكون حلو تقيل حتى صارت عم تعرف العروس بنوعية الحجار انه انا بدي شانجون لا لا بدي شورس فكي لا بدي كريستال فهي عم تختار الشيء اللي هي محطوط عبدلته فعم بيصير كمان تنسيء يعني نحنا هلأ اذا بدك كجروب عمال كلنا بنشتغل مع بعض لناخد النتيجة الحلوة انا بهمني اعرف شو بدي تحط اكسسوار قبل ما تجيبه معه لهالأساس نرتب التسريحة يعني اذا حب تحط اكليل ورد طبيعي فبيتوسع عليه من محل ورد ومن نفسه بتكون البكى بيئدة مشان يكون الورد بيئدة متل الاكليل اللي عاش عره اذا حاببته حجر لازم اعرف اصله كيف لعرف كيف بدي قدمجه مع الشعر معاس الرأس بيلعب دور ساحة الجبهة بتلعب دور معي كيف لازم يتوزع الاكسسوار بشكل صح على الشعر لانا متلأت لكم شوية الاكسسوار بيعطي حللة التسريحة وممكن يلغيها صح احيانا بنسوف كوان اخطاء بيوضع الاكسسوار يعني فيه نقط معينة بالرأس لازم تنحط على الاكسسوار عم نشوفه كتير غلط يعني من فترة شفت حدا حاطت التاج هون مسافة كتير قريبة عالغرة هات الشي كتير غلط التاج هو بده ينحط وراء اكتر شوي ليبين الوش هلأ بغض النظر اكيد فيه اخطاء ممكن مثل ما قلت حضرتك يعني كتير ناس توقع فيها وهي مؤاصدة اكيد يعني بيكون قلة خبرة الصبية فرضت على الليلة الحلاء انه انا بدي التاج هون هون لازم تكون شخصية الحلاء اقوى بشوية من الصبية لانه بالنهاية هو عم يشتغل على عصبه هذا شغله نهاية هو بيعرف اكتر نصبية فهو بالبختصر بيجرب له الحالتين وهي اردي حتقتنا معه بالحال الصح لانه بس شفت قدامه على المرأة بتقتنى انه هاد الصح تمام جديد سليم حمود لقدام بالأيام القادمة شو رح تحضر لنا شوفه جديد فيكي صغيرة تحضرت خلال فترة الحجر والكورونا بالظروف الصعبة جدا اللي امرأنا فيها من مشاغل وقماش شو ما شابه دانتيلا دانتيلا هو اسم الكولكشن لصيف 2020 تفاصيله حلوه راجع شوي فيها للشغلات الأديمة الشابو الكفوف التفاصيل اللي بحسة انا هكا بتشبهني هكا بتعني كثير هاي التفاصيل الكاملة للعروس اللي هي انه نحنا نستغني عن الطرحة نبدلها بشابو كفوف بيعطوا كتير طلق انسوية وحلوة للعروس حلو آخر سؤال لحضرتك تليم اليوم مجموعة من النصائح ممكن نتقدمها لأي صبية عم تجهز العرسة أول شيء هل نحكينا كله نصائح أكيد وحكينا عن نقاط كتير مهمة ولكن خلينا هيك نختصرهم بكلمتين بكلمتين صغار أول شيء تكون مرتاح على الكوفير بشكل كتير كبير ويكون فيه أريحية بيناتهم ومصمم الأزياء اللي يصممها في السطانة وإذا كانت حبة تعمل شوية فيلر بوتوكس أو ما شابه قبل العرس يكونوا قبل العرس في فترة منيحة ليتفشى معي الورم ويبين أي تفاصيل منهم ويكون تنصيق بين الدكتور والميك أب أرتست اللي بدو يشتغلها تمام شكرا كتير لإلك شكرا لنصائحي اللي قدمت أهلا وسهلا فيك يساعد صباحك للكوفيروم صمم سليم حمود شكرا لإبك شكرا كتير يساعد صباحك أهلا